اسمح لي أن أقرأ بعض الآيات من كلمة الله الحية الموحى بها أريد أن أقرأ من رسالة بولوس الرسول الثانية إلى تيموثاوس الإصحاح الثالث من آية 14 كلام الرسول بولوس إلى تيموثاوس وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع لاحظ الرسول بولوس يشجع ابن تيموثاوس بالإيمان على الكتب المقدس المقدسة هي أصفار العهد القديم اللي اتعلمها وتورثها عن جدته وعن أمه التقية القديسة وتعلم هذه الأصفار المقدسة يقول أنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة إيش السبب؟ القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع في آية 16 اسمع ما يقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح طبعا في كتير إشياء في العهد القديم اللي اليوم ما منطبقها في العهد الجديد لكن نتعلمها كتاريخ مثلا أسماء وأنساب إلى آخره في كل شيء الله له خطة رائعة محكمة في التاريخ ومكتوب أنه ساهر على كلمته ليجريها في بعض الأحداث التاريخية اللي حدثت في التاريخ هي حتى نتعلم منها لاحظ للتقويم والتأديب أو للتعليم والتوبيخ إذا مثلا الشعب في القديم أخطأ في قضية معينة ما نكرر الخطأ لأنه اعرفنا عواقب الخطأ في العهد القديم فهذا شيء بصححنا كلمة الله بتعلمنا بتوبخنا بتقومنا بتقدب بتصحح مصارق حياتنا لأنها كلمة الله الحية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة